اهلا بكم برحب بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة عن الابراج والنهاردة هنتكلم عن توقعات ونصائح طيب هنتكلم النهاردة عن بورج الدلو بورج الدلو كل سنة انتوا طيبين عشان احنا دلوقتي فترة اعياد موليد بورج الدلو كل سنة انتوا طيبين كل سنة انتوا في سعادة وهنا وبتحقق كل حاجة نفسوكم فيها اكتبوا لي عيد ميلادكو كان يوم كان في بورج الدلو طيب برج الدلو اول تحبير عايز اقوله لكم ان انتو خلي بالكو لفترة دي ممكن تتصدموا في شفاية ناس او ممكن تكتشف حقيقة ناس كتيرة انتو كنتبتتثقوا فيهم او بتقدم لهم بتقولهم كل حاجة عندكم بكل تلقائية بس الناس دي هتبقى صدمة كبيرة جدا جدا ليكو يا برج الدلو فخلي بالكو كواس قوي من المحيطين بكم ما تدوش اسراركم اي حد خلي بالكو من الاسرار اللي بتطلع منكم لان في صدمة قوية جدا جدا ممكن تصدمك في اعز الاصدقاء او ناس قريبين منك قوي يا برج الدلو تاني حاجة حاول ان انت تخرج اي طاقة صربية من عندك لان شايف برج الدلو الفترة دي عايز انعزل عايز يبقى لوحده ومش عايز يبقى بيحتكب حد مش عايز يتكلم مش عايز مش عايز برج الدلو عايز يبقى يعني في طاقة كده غريبة اللي هو ان مش عايز تكلم حد مش عايز اعرف حد شايفك نفسه مش كويس فبالتالي برج الدلو ما يكون نفسه مش كويس بيحب العزلة بيحب ان هو يتقوقع على نفسه ولاش تقوقع بالعكس خلي عندك تقوق نفسك خليك ايجابي خليك منطلق حب حياتك اعمل حاجات بتحبها حاول تخرج برة طاقة الزعل او طاقة الطاقة الصلبية او طاقة الاحباط الموجودة عندك يا برج الدلو طيب كمان برج الدلو شايف الفترة دي فيه حد فيه قرار بالانفصال ممكن تاخده يا برج الدلو او ممكن تكون اخدته قريدي او فيه شخص اه يعني انت عايز تبعد عنه الشخص ده انت بتفكر فيه كتير بترقبه اه هو بتعبك قوي او بتعبك نفسيا جدا بياخد من وقتك بياخد من مجبودك بياخد من حياتك فانت اه فبرج الدلو الفترة دي عندهم يعني عندهم مش هقول مشاكل نفسي بس عندهم صدمات كتير في ناس ممكن تتصدم معاهم اه فانا شايف ان عندك قرار انت متردد ان انت تاخده بالبعد عن شخص انت شايف ان شخص ده بيئزيك نفسيا او بيئزيك روحيا او بيئزيك في حياتك فانا بشجعك لان الشخص ده شايف ان هو اه يعني هو ممكن يمشي او هو شايف مصلحته في مكان تاني فهو ممكن يبعد قرار دي فانا بشجعك ان انت بتفكر تبعد عن الشخص اللي انت متعلق به جدا ده اه شايفه قرار صائب لان هو اه مش بيحبك حب حقيقي الشخص ده بيعرفك علشان ممكن يكون فيه مصلحة مؤقتة معاك الشخص ده انا مش شايفه شخص كويس يعني فلو انت بتفكر في الانفصال عن شخص انت بمعادي الوقت يا بورج الدلو حيث انت مش مست رايح معاه انا بشجعك جدا ان انتوا تاخدوا قرار بالانفصال عن ذلك الشخص لان انا شايفه ان هو ممكن يروح لحد تاني او ان هو ممكن يمشي لانه شايف مصلحته في مكان تاني هو شخص ده شوية ان يعني بيدور على مصلحته اه فانا بنصحكم فعلا ان انتوا تبعدوا عن الشخص ده تعالوا بقى ان اتكلم عن بورج الدلو في العمل شايفه عندك فرص بواسعة رزق يعني جاي لك فلوس كويسة يا بورج العمل فبنصحكم ان انتوا تخلوا بالكم من شغلك وركزوا في شغلكم متحولوش ان مشاكلكو الشخصية ومشاكلكو النفسية تبعدكو عن الشغل او تركزكو في الشغل تركيزك في الشغل مهم جدا في حياتك يا بورج الدلو انا شايف ان ممكن تكون حصلت لك مشاكل او في حاجات شكل لبالك الفترة دي ما خليك مش مركز في شغلك لدرجة انت ممكن تغير عملك او ممكن تمشي من شغل تروح لشغل تاني فحاول تركز في شغلك لان جاي لك مصدر رزق كويس جاي لك فلوس كويسة بس ارض المجهود او ارجع اهتم في شغلك ممكن تكون عندك شوية الفترة دي انت مش مركز بس او فيه اولويات تانية مسيطرة على تفكيرك يا بورج الدلو طيب بورج الدلو كمان شايف الفترة دي عدم قدرة على التركيز برضو اهتمامتك الشخصية يعني حتى في نفسك كده شايفك مهمل في نفسك هو فيه هو دلو مشكلته انه هو لما بيحصل عنده حالة تشيقم او حالة زعل او حالة عدم استقرار بتأثر عليه جدا جدا ومشكلة الدلو انه هو منعشاق الانعزال فانا شايفة دلوقتي انه الدلو متقاقع ومنعزل فبالتالي مش همه اي حاجة او مش مهتم باي حاجة خطص طيب اه فيه شخص قلت لك ان انت بترقبه الشخص ده كل ما بتيجي تبقى عنه بترجع تفكر فيه كل ما بتيجي تقول خلاص انا نسيته انا مش عايزه الشخص ده مش فقر معي بترجع تاني تفكر فيه الشخص ده انا شايفة ان هو هيكون ممكن يكون السبب في حاجات شهر او او اصلا يعني ان حالتك النفسية مش كويسة هو وجود الشخص ده في حياتك فانا بنصحك جدا يا برج الدلو انسى الشخص ده ما تفكرش في الماضي ركز في مستقبلك وبس ركز وتعطيك الايجابية لان عندك نجاحات عندك علو شأن عندك شأنك هيعتلي في الشغل هتشتهر في الشغل عندك يعني انت بس تركز هتوصل لكل حاجة وعندك مراتب عالية جدا جدا تتوصل ويعني عندك نجاح في العمل عندك نجاح في حياتك المالية يعني جاي لك فلوس ومصدر رزق جديد هيكون مصدر رزق قوي جدا جدا ليك عندك تحقيق شهرة فبرج الدلو ركزوا جدا جدا في الكلام اللي بقولو انتو من اكتر الابراج حظا استنادي بس محتاجين انتو عارفين دلوها هيجي لك فرص الشطارة ان انت تلقط الفرص ان انت تمسك في الفرص علاقتك العطفية انا شايفة ان انت هتقرر تبعد عن بني ادم قول بني ادم ده فعلا مش كويس ليك او هكي بيستغلك بيستغل مشاعرك بيستغل حياتك يعني ممكن تكون عندك حالة ملل من الشغل وكلنا على فكرة بدون وصل للحالة دي انا عارف ان انت ممكن تكون زهقي من شغلك حاس ان ما فيش حاجة جديدة ما فيش challenge جديد وبرج الدلو من عشاق challenge بيحب التحدي فانا شايفة ان ده عادي جدا كلنا بيحصل لنا الحالة نفسي دي وكلنا بنزهق من الشغل وكلنا بنحاس ان احنا we are not interested بس ركز يا برج الدلو ان انت تقوم وان انت تقف وانت برج قوي على فكرة حاول ما تحكيش اسرارك لحد ما تتكلمش كتير لان في حد ممكن يستغل الكلام اللي بتحكيوله ان هو يحقق مصلحة عندك حايت نمسك تشتري حاجة الكترونية ممكن تكون نمسك تشتري موبايل لابتوب عربية حاجات كده بقولك ان انت شاء الله هتجيبها شايفة الدلو عنده تخقيق امنية عنده سعادة عنده انبساط عنده عندك حاجات حلوة كتيرة فخلق القراءة ايجابية بالعكس انت لما ربنا يبعد عنك ناس المش كويسين او ناس اللي بتستغلك او ناس الاشرار اللي في حياتك انت المستفيد يا برج الدلو بيج هارت بحبكو جدا جدا اشوفكو في فيديو التاني وما تنسوش تعملوا لايك في فيديو و تشتركوا في القناة وقولولي فعلا يا برج الدلو هل انت فعلا الفترة دي متضايق لان انت قررت الانفضال او فيه قرار اخدته بالبعد عن شخص معين والموضوع ده ماثر فيك نفسيا جدا عايز اقولك ان فيه شخص تاني هعوضك عنه بس حاول تركز جدا في حياتك علشان خاطر تشوف الفرص تشوف مين معجب بيك بجد مين مهتم بيك بجد بلاش تتقوقع بلاش تنعزل بلاش تبقى متضايق بالعكس انت شخص انرجعتك شخص بتحب الخروج بتحب الانطلاق تستعم ان انت ترجع لليه طبعتك يا برج الدلو اشتركوا في القناة